السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة معنا النهاردة لقاء جديد هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومرتبط بالظروف اللي بنمر بيها يعني اقول بين الزعر والدعوة للتحلي بالحكمة فيه كلام كتير جدا وفيه اراء كتير وفيه معلومات واخبار متضربة ده طبعا بيدعو للقلق ولكن احنا ان شاء الله هنتخطى الامور دي كلها بالعقول اللي تقدر انها تفيدنا وبالشخصيات اللي حريصة على دورها في الفترة دي على جميع المستويات ان شاء الله برحب بالاستاذ مصطفى عبدالعظيم المتخصص في الادارة وتنمية الموارد البشرية واعمال البنوك اهلا بحضرتك كيفانا اهلا بحضرتك بخير احب اشكر اولا ان اصورة البرنامج وعلى حفاوة التمة وازكر الاعداد واشكر كل القناة هي عملا كبيرا او صحيح للميوم احنا بنشرف بوجود حضرتك النهاردة بنكلم عن عنوان الحلقة احنا بنقول اه يعني يعني كلمني حضرتك عن التفاصيل اللي احنا عايزين نقولها النهاردة بخصوص اه ان العالم بيقولك العالم في ورطة هل احنا في ورطة ولا لسه المرحلة دي اه يا العالم في ورطة يعني بدأت الورطة حاليا حقيقي العالم في ورطة بدأت حقيقي العالم في ورطة بدأت حقيقي بالنسبة لمصر حاليا مثل كده اللي حضرتك توصي على سعيد الاقتصادي على السعيد العالم كله لا انا بتكلم على المستوى الاقتصادي ولا الصحي لا الاقتصادي الاقتصادي معنى صح يعني لازم يا حضرتك فيه حاجات لازم نعرفها ونفهمها للناس ببساطة جدا جدا علشان حضرتك الناس تبعان دهوائي شوية علشان يعرف ان هم الناس اللي هم مختصين او بتاع رجال الاتصاد بمعنى الصح بيبعندهم حزم وعندهم حاجات بيمشوا عليها ومن لازم لحضرتك برضو يكون معهم برضو على نفس امامة بتاعهم حضرتك تظن الخطط اللي بينفذ الان في عملية الاصلاح او تجاوز الازمة او ادارة الازمة هل ده مخطط بشكل جيد ولا حضرتك شايف ان مش كل حاجة يعني اللي بيأكد ان الحاجة دي يعني تم الاعداد لها بشكل جيد والتخطيط لها بشكل صحيح وبالنسبة الاقتصادين حضرتك لان طعم فيه اذا حضرتك تقول حزم وشارفان بقول لحضرتك فيه مشاكل كتير جدا جدا فيه مشاكل كتير جدا جدا بتختلف بقى من الاقتصادين لاخر يعني معنى صح يعني ايه العالم فيين العالم في وارطة معنى صح يعني ما ينفعش نقارم مثلا احنا امريكا عملت و احنا عملنا او سوريا او افريقيا او اوروبا مقارنش نفس بحد مقارنش نفس بحد انا ما حاجة عندي بلدي اولا مصر ثم مصر معنى صح يعني يعني تقصد معالجة الازمة تختلف من بلد لبلد البرة يختلف عن جوه ازاي استاذ مصر بالنسبة حضرت مثلا بالنسبة الاقتصادين بيحللوها ازمة اقتصادية موما ما بيسمى نفسه ما بياخدوش بيه بيعمل حاجة اسمه ايه ركود او كساد رسيشن او ديبريشن بمعنى صح يعني نفعب حضر يعني المشاهد يعني يعني ايه ركود يعني ايه وكساد يعني ايه حضرتك والركود حضرتك طبعا بيه يعني بنعمل ايه نحب بنفسره يعني ببصيرة طريقة صنع بسيطة جدا جدا يعني بناخد ربعين من السنة لان السنة حضرتك المالية بتجزق لاربع لاربع ايه اربح تربع بناخد ربعين من السنة كل ست شهور بيبقى نمو الاقتصاد في حالة يعني بالمينس بمعنى صح واحنا اصلا الازمة دي احنا كنا متوقعينها قبل كده وعارفين ان فيه مع حضرتك ان فيه ركود جاي بسبب حضرتك انه هو الصلاع الدايم بين امريكا وبين الصين الشعبية اللي هي الحرب التجارية فضالي حضرتك انت تتوقعاتك ايه على المستوى القريب والبعيد في مصر بالتحديد بالنسبة للكساد او الركود بالنسبة للركود حضرتك استاذ غادة بيمر بمراحل ونازم المشاهد يعرف عن ايه ركود عن ايه ويعرف حضرتك الحكومة ادور الحكومة ايه في اليام الجاية لان الحكومة يبقى عليها عبء جامل جدا 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 عسان المشاهد حضرتك ميعرش عن ركود عن ايه نازم نشرح للمشاهد والفرق بينه وبين الكساد زي ما حضرتك احنا كنا تكلمنا في البورصة وقلنا تفاصيل كتير بالضبط لازم المشاهد يعني محدش يعرف اه لازم المشاهد يبقى يعني فاهي مواعي ومدرك وعرف الجهود الحكومة اللي بتقوم بيها تمام تفضل حضرتك اه لازم نتكلمنا دلوقتي يعني عن الكساد بطريقة بسيطة جدا الركود عبارة عن ايه حضرتك بمعنى ان الاقتصاد من خبيض من اقتصاد لاتصاد يعني ايه بيعني تخصصات لبعضيهم يعني بس احنا بنقول ايه بقى المفهوم بتاعنا او بمعنى عشان الناس تفهم يعني بياخد ايه الست شهور من السنة نفسها يعني كل ست شهور حضرتك بيبقى حاجة اسمها ايه نمو الاقتصاد في حالة في حالة وبوض واحنا كنا متوقعين اللي ايه اللي ركود ده حضرتك بسبب ايه الحرب التجارية بين ايه بين الصين وين امريكا بس جات بقى من ايه ما يرمى تشتهل او في الزبيول جات حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هي حضرتك غير متوقعة اللي هو فيروس كورونا يعني حاجة اسمها البقعة السوداء بمعنى صح او البقعة السوداء بمعنى صح يعني حدث غير متوقح يعني الناس مكانش متوقعة ان فيه فيروس هيجي وهيجمر كل العالم كله بمعنى صح ولذلك تلاقي حضرتك تلاقي اصدق ولا المفكرين والفلسفة والعلماء محضرين محضرين حاجة جاية حاجة حاجة وبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى كل الناس محضرين بغض النظر عن اختلاف الاراء في اسباب هذا الهديم كل الخبراء حاليا في مصر حضرتك اما اصلا ما كانتش متوقعين ان فيروس هيظهر بمعنى صح هم متعودين على الازمة المالية معروفة عارفون ان فيه رقود ناتج عن الحرب التجارية بين امريكا وبين الصين كل الناس قد متوقع الحاجة دي بس حاجة جاءت سبحانه الله من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هي اسمها البقعة السوداء يعني حاجة جاءت من عندي كده من عند ربنا طب حضرتك انتو حضرتك واخد دراسات في الإدارة وفي التنمية المورد البشرية ومهتم بالشأن ده في تاريخك في مجالك وحتى في أعمال البنوك فعايز اقول لحدك انت يعني هل فيه علوم الاقتصاد والإدارة اللي انت قرأت طبعا واندار اللي انا عارف عن حضرتك فيه كراءات لكبار المتخصصين في المجالات دي في العالم مش في مصر بس المفكرين اه فهل فيه مادة الاقتصاد على مستوى العالم موجود دراسة او اشارة لمثل هذه الحالات اللي هي بتطرق فجأة او زي ما حضرتك قلت غير متوقعة وكيف يتعامل الاقتصادي او الإداري الناجح في التعامل مع الازمة تعلمك مصبوط عشر على عشر تعلمك عشر على عشر دي احنجنا امتعالي الناس اللي ما كانوش عرفوا ده مش يعرف يعملوا اي حاجة كبار زي غادة لازم اهم حاجة عندي المشاهد 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 لازم نكون يعني واعي للكلام اللي هاني هقوله ما ناخدش اصلا الموضوع منين ما ناخدش الموضوع كده يعني على عاطقه بمعنى صح لازم نفهم المشاهد يعني ايه نفهم ايه نفهم ايه يعني ايه ركود ايه كساد طب الركود دي بيعمل ايه بيقضي كساد دي لو زاد عن حده بيعمل ايه طب نبدأ بالركود حذرقشا وقتيني بقى أنا عايزة أعرف ركوت حضرتك وحنقول لحضرتك الركوت بالنسبة للإقتصاديون بيحللوه من واحد لآخر يعني بيقولك أن كل يعني كل السنة المالية بتجزة لأربع تربع ما هو ما بيخلوها أربعين من السنة وإحنا كنا متنبئين أن في أزمة مالية جاية بس إيجاد حضرتك من حيث لا تدري يعني إحنا كلنا معنا صح كلنا إيه كلنا نطاق واحد طب تعالى حضرتك نبعد عن مشكلتنا إحنا الوقت بنعرف علميا معنى إيه معنى الكساد ومعنى الرقود وبعد كده نبدأ في مشكلتنا موالكساد حضرتك أستاذ غادر ظهر أنت بقى ظهر سنة ألف سنة تسعة وعشرية حضرتك قلت الرقود ده عجز يعني في البداية أي وطبعا دي كساد دي كان زاد كساد ده عانيت جدا 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 والناس عانت منه أو العالم كله عانيت منه جامع جدا جدا وذلك أما تلاقي الرقود حضرتك زاد عن حد وحضرتك أول فترة يعني إيه قسرت المدى يؤدي الكساد عليه جدا جدا والعالم يعاني منه حضرتك تفاهماني أستاذ غادر لازم أن الناس كلها تعرفنا عن الكساد يعني إحنا دلوقتي في فترة الفترة اللي إحنا فيها دي إحنا لسه ما بدأناش إحنا لسه بيقول باسم الله الرحمن الرحيم لسه ما بدأناش وما كلنا كلنا هنكون على يعني يعني معنا صح كنا في مركب واحد ولازم نكون نشيط بعضنا معنا صح لبقى عليه العضو منذ العوع لازم نكون في جنبه بعضينا والناس ما تعرفش الحكومة أصلا بتعمل إيه أو اللي هي الحزم ينتم title الحكومة أيها الحزم ينتين الحكومة أيها حضرتك بتضخ حاجات حضرتك حولتك عن ح Level C حترة شان تقدر تمشي الاقتصاد أو تنعش الاقتصاد في المصري بتضطر أنHie تعمل حزم حزم مالي أو حزم أو تمشي الاقتصاد في المصري أم دعم البلد لا يجزء الدولة في تعتها تنعش الاتصاد في المصري مثل المصري مثلا المغربية دخل 200 مليون دولار امريكا بجلالة اتنين تريليون ومئتين مليار دخل برضه حضرتك برضه كله ده عشانين عشاء ايه الابتصاد بتاعه عشان العجرة تمشي اه ويتم عملية العرض والطلب ده حاجة بقى حضرتك بقى ايه يا بقى العرض والطلب العرض والطلب جزما بيسمع في الاقتصاد في الاقتصاد عبارة عن ايه عرض والطلب احنا عايزين نوصل للمواطن البسيط اللي بيسمعنا في الوقت بحضرت فهمه ببساطة جميل جدا بيكلم كلام سلس يعني انت فعلا انت قلت باختصار ان الركود هو العجز والازمة اللي بتؤدي لهذا الخلل على المستوى الاقتصادي في كل بيت وفي كل مكان ولكن الكساد ده طبعا ده مرحلة متطورة من الركود صعب جدا يا سيد غادة لما كل كساد عنيف جدا 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 التساد ده يعني لو اعزت عين خمس سنين يدمر العالم كله حضرتك احنا لازم نحضرتك نعرف يعني ايه عرض ايه طلب معايا العرض والطلب العرض حضرتك يعني او فيه خلل في العرض او فيه خلل في الطلب الحكومة حضرتك بتضر ان تتدخل تلقائينا يعني فيه شركات هتفلس فيه شركات مش عالف ايه بتبدأ الشركات بتبدأ مثلا الحكومة بتقوم بصراحة يعني مشكورة بتقوم بجم مثلا جمب الشركات دي بتدعمها بتعمل ألا لا الفوايد حضرتك بتعمل لها حاجات بتعمل لها يعني يعني بتحول تقب جمبيها بأي طريقة عشان تقومها عليه من جيدة بمعنا اصحة لو فيه خلل بقى فيه الطلب يعني فيه ناس معاه فيه وصف ومش عايزة تصرف تبقى تعمل ايه معايا دي مشكلة الناس معاه فيه وصف ومش عايزة تصرف يعني مدخراتها يقولك اصرف كمانش دماني في اليوم الجاية يبقاني احتفظ بالفلس اللي معايا يبطر الدولة برضو ايه لازمان تتدخل في الموضوع ده تتدخل في الموضوع ده لازمان عشان الناس تصرف زي هلوكو الترماني زي ما حصل في امريكا ترامب قال لك ابعت بيه حاجة اسمه هلوكو الترماني شركات للناس يعني كل بيت معايا 1000 دولار طفل 500 عشان نص تصرف بمثلا ايه يعني بولوا خدوا تصرفوا ليه علشان العجلة تنشي ونحن كل عايزين العجلة بسهد غدا العجلة تنشي طب عايزة اكلم حضرتك النقطة دي هتخليني اتكلم عن جانب الخاص بالشهادات اللي اسمعنا عنها الشهادات والفايدة حضرتك تعليقك ايه او يعني على الاجراء التخز ده في سبيل او يعني في اطار معالجة الازمات في هذه الفترة مع المواطن العادي او في المجتمع ككل ايه اللي شايفه بخصوص الشهادات دي وبيعود النفع على مين في المجتمع بارتفاع نسبة الفايدة اه الفايدة يرتح علينا حضرتك الباك المركزي زود ايه؟ زود الفايدة 15% طبعا ايه انا علجت حاجة بحاجة ايه اللي علجته؟ علجت مع احترامي يعني السادة المسؤولين خطأ بخطأ انا نفعت الفايدة بكم 15% طبعا انا كده علجت السيولة من ايه؟ طب ما ممكن اي مواطن يقولك طب ما انا كده هستفيد ان انا اقدر احط مبلغ واخد عائد شهري ما انا علجت السيولة كده يعني ساعدت السيولة حضرتك لان فيه بيوك تاني هترفع الفايدة طب ما كله هيرفع الفايدة هيبقى كده عليها العقد ومن العقد بمعنى استفدت ايه؟ بمعنى ايه وصل للناس؟ ايه ومعنى انها يحصل ايه في مشكلة هات؟ يعني كل الناس معاها واضخاراتها يعني معنى صحة تحوشت عمرها هتضطر ان تبتح شهادات اه تمام ومعنى ان تبتح الشهادات عشان هيجلها داخلي شهري يبقى احنا ايه اللي عملناه؟ يبقى في شغل احنا اللي عملناه احنا عايزين حاجة يعني من السادة المسؤولين بمعنى صحة نخلي العجلة تيمشي لازم تيمشي العجلة وكل كل سلغدا احنا في سفينة واحدة كل اللي بصي يعني زي تايلر كاون اللي انت عارفاه اللي هو الاتصادي قلت نزود الانتاج جدا جدا والقلل الانتاج جدا جدا بمعنى ايه؟ ايه يعني احنا اللي زودنا الانتاج جدا جدا يعني الفيروس هتمكن منه ولو هلن الانتاج جدا جدا الفيروس حضرتك الاعمالة هنصرح الاعمالة مثلا او الاعمالة تعطو بيوتها هو كان بيتكلم مازحا شوية بس اقل لك كل اللي بيشكل اقتصادي يعني معنى صح يعني ايه يعني 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 استفاد من الولاي يعني او مثلا يعني جب يعني لازم ان يعمل حاجات متضربين مع بعضيهم يعني حضرت بمعنى ايه؟ ازود الانتاج وقلل الانتاج عشان العجلة ايه؟ تيمشي ولازم ان احنا نستزغادة لازم ان نتأقلم مع الفيروس بمعنى صح نأقلم معه سواء كده او كده لازم ان اقلم معاه يعتبر ما فيهش من اساسه لازم ان العجلة يمكن دي اسمه وباء من عنذ ربنا صبحانه وتعالى دي هو وباء مع Criminal اختبار من ربنا صبحانه وتعالى سواء كده سواء ترضى او من ترضى هو اختبار من ربنا بس معناك كده مش نهاية العلا لازم ان حضرتك احنا نتأقلم مع الفيروس ونتعامل مع الازم في حدود نحن نتجنب المخاطر منها لازمة ما هيكون لها حاجة ولها مخاطر ما هي حاجة حضرتك اسمها مخاطر التجزاء المصرفية طيب ما تيجي حضرتك نتكلم بقى عن القروض أنا عندي سؤالين في موضوع القروض أتفضل إلي أنت عايزها وفي حلول تخلي بقى يا أستاذ غادة أنا في حلولي عندي حضرتك وقبل مطلع من هنا في حلول لأستاذ المسئولين عندي حلول أنت لك اقتراحات خاصة بحضرتك طبعا صوتنا كلنا مهم آه لازم وعندك لول نعلي المصلحة العامة عن المصالحة الخاصة ونهتم أبدأ في سؤال القروض في نقطة القروض هسأل حضرتك في نقطة النقطة الأولى إيه وضع الناس اللي كانوا واخدين قروض من قبل الأزمة ودلوقتي ممكن بعضهم يكون في عجزة استداد دول هيتصرفوا إزاي أو البنوك بتتعامل معهم إزاي بصراحة أحسن خطوة قسم بالله لأنه يكون الشكر والتقدير في الحكومة المصرية وعلى رصب مفهامة رئيس لأنها أصلا عطى إعفاء ست شهور حضرتك لجميع يعني دي شهادة من حضرتك ايه وطبعا طبعا تعملك في البنوك من كم سنة أنا دي لستة وعشرين سنة خدمة مصارفية ببنك الكاهرة جميع آآ دي أنا بصراحة دي شهادة احتز بيها دي أنا بقولك إيه ليه كل الشكر والتقدير كتير جدا من الخبرات والمهارات حضرتك أستاذ غيادة فخامة الرئيس مين أفتح السيسي وفريق العمل بتاعه إنهم حضرتك حضرتك ست شهور بدون المدفع يعني الأسطاب بتاعتهم طب وضحها دي يعني وضحها للناس اللي مش عارفين كل الناس عارفة كل الناس عارفة أكيد وصل لهم ده كل الناس عارفة حضرتك أصدق إن ده إجراء يعني خد حقيقي كل الناس فرحلة مبسوطة يعني أنا حضرتك مثلا أنا كنت بأخوة كارد متخصميني مثلا كارد كام متخصميني مثلا 3.000 جنيه كارد ووظفين الحكومة الوقت برجع لي ورتب لي زم هو يبقى إنه بتعايش ومتعايش شيء يعني كده لهم بقول لك حضرتك لهم كل الشيء رؤوا التقديم بالنسبة للمشروعات متنهية الصغر اللي النس واخدوا مشروعات 10.000 جنيه 20.000 جنيه كمانا حضرتك برضو عطالوا معفاة عارفين إيه تاني قرد عليها أستاذ غادة عارفين إيه تاني؟ تمام توحدك بما أن بقى أنت قلت أقول للجزء التاني من السؤال اللي عن القروض بما أن أنت قلت المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو المتنهية الصغر أن البعض طبعا في قلق لأنه بدأوا الدنيا دلوات نفيش قلق يا أستاذ غادة رب إنه يتحملناك يا أستاذ غادة لا مهمش حالة إحنا يبقى لقى نفسنا كله ده بسبب إيه؟ بحييك على التفاقص ده يعني جاء النهاردة بخصوص كلام أستاذ مصطفى النهاردة يدينا طاقة إيجابية لا نصي طاقة إيجابية يا أستاذ غادة يبقى لنا أمل يعني لا ما بصي خلي أملك فربنا سبحانه وتعالى بس تحاولي عود يعني عود نفسك يعني مصائب قامل عندك قامل فوائده تمام يعني لغالة يا رب ضد نظرت لنا فعزة بيقوله تمام معي لازما إحنا حضرتك لازما نقول كده نقف مع الحكومة بتاعتنا معي نقف بأي طريقة لأنه بصراحة الحكومة ما أسرش معنا كلمة جميلة دي بأي طريقة يعني كل واحد بقدر الإمكان يعمل اللي عليه بالضبط كده لازما أني حضرتك يا أستاذ غادة لازما نقف جنب الحكومة لأنه بصراحة ما أسرش معنا معايا إحنا لسه مدخناش في الهجة اللي بينك منها مواصلتنا في المرحلة اللي وصلت لها أمريكا والدول التانية معايا يا أستاذ غادة إحنا لسه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يعني لسه مدخناش في الجد ولما يخش في الجد هتلاقي إيه؟ هتلاقي كل الناس بتتكلف الشارع الحكومة عامت لنا إيه؟ إيه اللي كلمة الحكومة عامت لنا إيه؟ يعني هنشي لخدام الحكومة يعني بأوجه لبيه لهم وهم مش لحد مش لحكومة أيوة تماما لهم معرفوش الحكومة أصلا يعني في حاجة يسمى حزم يا أستاذ غادة إنقاذ إيه حزم إنقاذ يعني إيه؟ يعني حزم إنقاذ ببعنا صح جميع دول العالم بتعمل حزم إنقاذ حاليا دلوقتي يعني بتضخ حضرتك عشان تنعش الإقتصاد المصري أو الإقتصاد بتاعها يعني زي الحرب العالمية التانية يعني إيه في حزم للحرب حضرتك يعني بتضخ اللي عندها يعني أقولك إيه؟ يعني الإحتياطي مثلا أو الموازنة العامة أنت ما عندكش حضرتك بمعنى صح إن أنت هتقدري هتقدري يعني إيه؟ يعني اللهم صلى الله عنديم هتقدري ما تقدرش هتشيل إلا لكل الوعدية لازم أن كل الناس تساعد بعضيها تماما أستاذ غدا؟ آه تماما مع حضرتك آه تماما؟ يبقى كل الناس تساعد بعضيها وكل الناس تساعد الحكومة حضرتك باللوقتي طب حضرتك أنا أحب بقى أن أنت عشان وقتنا طبعا يهمني جدا أن أنت تقول مقترحاتك أو أرائك الشخصية في حلول بديلة لبعض الأزمات في مصر في الفترة حالية حاجة بقى أنت تلتقالها دي بصراحة عجبتني جدا جدا أول حاجة ما أجلش ورا كلم حال دي أول حاجة وأنا كله خاف من إيه؟ من الفوضى الفوضى دي أنا بخاف منها جدا 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 يعني في اللغة العربية جندة جدا يعني الفوضى يعني يعني بصي إيه؟ انتشار الشائعات شائعات جدا جدا وإحنا الشعب الماغذبية يحب الشائعات جدا 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 بصراحة ينشوا رأي حاجة سلامت نيتهم بقى هم شعب غلباء وأنا أقول لك حقا سيدة غادة برضو على الهوى برضو مباشرة نصل الركود حاليا يفرق أنا عارف لو عندنا الركود ترتاشر في المئة لا نحنا نجمت شوية بقى بقى بعدنا حد غلبان يا جماعة يا سيدة غادة خليك معنا سيدة غادة بنبع عشان عايق لازم نوصر نسالة الناس دي بإزاي؟ نتفضل لازم نوصول لمرسالة عشان الناس دي تفهم تفهم الكلام يعني إيه؟ مش أي واحد يتكلم كده فو خلاص فالاقتصاد أو يتكلم فأقول لك إيه؟ الناس دي عادينا على المكاتب عادينا لا الناس دي أصلا متفكر يعني إيه؟ لازم نطلع من المغزى إيه؟ من دي بأي طريقة طب تفضل حيقول الإقتراحات طب تفضل حضرتك بمعنى صاحبة كده أنا حضرتك عندي مصنع لازم أن أشتغل لازم أن أشتغل ما قابش أما قال لك حضرتك أما أنا أديكي كلوس حضرتك أهو وبقول لك روحي حضرتك إيه؟ اشتغل أما راح أشتغل هعمل إيه؟ هتطر إنني هشتري هتطر العجلة هتبدأ تمشي هتبدأ المصنع حضرتك تشتغل تفهمين يا سيدة غادة؟ هتبدأ عملية تمشي سينة سينة ولازم أن نتأقلم على الفيروس كلمة أن نتأقلم دي أهم حاجة أيها لازم أن نتأقلم للمبالغة ولا الاستهتار اعتبر إنه مفيش من أساس الفيروس من أساسه عيش حياتك عيش حياتك طبيعية جدا جدا بس الشرط كل رجال الأعمال اللي عندهم مصانع أو اللي عندهم مؤسسات يلا معنا صح ابدأ شغل بس إيه؟ مش يعني لا قوي يعني يعني لا ده زيد في قوي رأي يا حضرتك رأي يا حضرتك في الناس اللي بيقدموا تبرعاته بيثبتوا نفسهم في بطرده أو المؤسسات اللي بتقدم بتقدم مساعدات الفرده كل اللي أنا كله علىها كل اللي ناس كلها جميعات الخيرية اللي بتشتغل بصدق فعلا آه طبعا والناس المتضررين دي والمفروض الناس دي برضو المفروض الناس دي برضو يعني تهروح لهم مثل مرتباتهم والناس اللي هم يعني محديد الدخ والعمالة اللي بتصرح حضرتك برضو دي وانت عندك برضو مشكلة حضرتك عندك مشكلة داية كمان لسه كمان للنس اللي بقويت برضو يعني دول اللي عايزين برضو يا عيني عايزين ناس اللي مغزة ايه هتشغلهم اخواتنا طبعا في جميع الدول العربية في العالم كله احنا كلنا مع بعض ودعاءنا لان شاء الله ان احنا ربنا يخرجنا من الازمة زي واتخلينا اقوى وتخلينا بعد كده نقدر نواجه اي شيء يعمل خلل في حياتنا نعمل حاجة اسمي بقى ايه تمام قبل ما نختم عشان اقول لحضرتك حاجة نقطة مهمة قبل ما نختم ياريت تقول لي رأيك ايه لو يعني ما بقاش في حظروا الناس يعني ما بقاش تابوا الدنيا بقى خلاص زي اي بلد تانية ابتدوا تعايشوا بشكل اقوى لان الناس اتضربت ازاي تتعامل مع المرض جميع وانا ده مش وقته يا اساس مصطفى لا مش وقته كيف لا وقته عادي جدا وانتو عادي جدا 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 وليقول كلام غير كده يقنعني على الهوه هو ويتكلم عنه الهوه لازم انت اقلع كلمة كده للمواطن المصر قبل ما نختم الان نختم ازاي لسه ما عنيش حاجة حضرتك ما عنيش بس حضرتك اختم دلوقتي للناس كلمة بتوجه لكل مواطن قدامك انا بوجه المين بوجه المين بوجه السادة المسئولين مسئول المواطن ابدأ اشتغل معايا سيبوا على الله وعاست ان تقرأوا شيء انا هو خير لكم احسن كل واحد بتكون حياتنا افضل باذن الله والى اللقاء يا اصدقائي اشوفكم الحلقة القادمة مع موضوع جديد في لقاء حصري مع غدا كرام